فارس اليوم مبارك لك على أغنيتك المميزة يعني معقول هيك أغنية تحمل معوضين على الأفشاد بس يسقط كل حدا سافل كلمات رياض العلي والحان علي حسون توزيع عمر صباغ وانتاج روتانا وعم نصورها كليب مع جاد شويرة فالعنوان مجنون وجاد مجنون وأنا أجنة من اتنين إن شاء الله الناس تحب يا رب شو اللي السلية اللي حباتي توجهها من هيد الأغنية يعني دايما معوضين عليك بالأمور الغريبة هي كلام يمكن أنت نقزتي من كلمة سافل بس هي فيها رسالة بطل في حدا طيب بطل في حدا ملاك كله بيطلع بالآخر ندل مسبع القراط يسقط كل حدا سافل يسقط كل حدا خوان إلك الله يا غافل شكره عن نعمة النسيان بس يسمعوا هاي الكلمات بدي يقولوا يمكن فارس كرم مكتئب أبدا بالعكس والله مرة الحمد لله يا ربي أنا مؤمن الاكتئاب ما بيصيبني أبدا بالعكس أنا أكتر إنسان فرح ومتفائل يمكن في كتير عالم منيحة مرأت بحياتي وفي كتير عالم ما بتسوى كمان يعني بتعرف انت الدينة فيها هايك وفي الدينة ما بتخلق يعني الناس اللي منيحة ما رأيت بحياتي أكتر من الناس السافلة بس سؤال حش اللينس اللي بتكتشف إنه هن سافلين هل بتعملهم بلوك عندك على الواتساب؟ لا ما بيحرزوا بلوك خلاص دليل دغري على السريع همين بيعرفوا حال وانو تلاصفين؟ ما عادة لاش عم تركزي عليهم انت؟ ما بعمري ما ركزت عليهم دايما بيكون خياراتك بمحلة هل متوقع كمان هايدي الأغنية تطلع ترند وتتردد؟ مليار بالمئة مليار؟ بالمئة بأظن ربي لا مليار يعني خلينا نقلهم لأنه تقريبا أنا بصيب يعني تقريبا 95% من أغنية بصيبه وكل حدا مارق بهيد الحال اللي عم غنيه أنا يعني يا معالم طلع تمنى منيحة صح؟ معك انت يا أما مع كل الناس يا أكيد ما عم غني شي أنا من كوكب تاني يعني هبدا هل كمانا مستنظر تصير متل على هادة تطلع ترند على تيك توب؟ كمان مليار بالمئة منيحة هيك أكيد لو ما أنا واسق فيها ما بنزلها يعني متل ما منزل كمان هلا هم نصور أغنيتاني كمان أنا هنصورها اسمها على السريع تعي لقلبي على السريع في مواضيع لازم نحكيها في مواضيع أنت لما تغلي فيي بتفول البطرية حب وغرام وحنية وبتضاين عشر أسابيع من كلماته على الحين صديقي فارسكندر توزيع عمر صباغ انتاج روتانا وكمان راح تتصور نحنا مبلش واحدة وارا واحدة أغاني بنقيهم بكل سئة وبكل تأني وإن شاء الله الناس بتحبون وبإذن الله أغاني فارعة يعني خلينا نوجه على الفيديو كليب يعني شايفين اليوم اللوك مختلف أول مرة بصور هيك يعني أول مرة بصور هيدا الطريقة وهيدا اللوك وكل شيء غير من ناحية الشكل من ناحية اللوك من ناحية الرأس من ناحية المود تبع الكليب كله كتير نحنا مبسطين بتصويرك هيدا الفيديو كليب وهيدا بأكدنا أنه الوئين بعده وبينك وبين شركة روتانا مع أنه سمعنا في شائعات طلعيت اليوم بنأكد لهم أنه كل الشائعات من بعد اختلاف بوجهات النظر من بعد العتب إذا بعتب عليك أنا بوصلك أني عدبين عليك بس شركة روتانا صار لي عشرين سنة أنا وروتانا بعدك المدلل مدلل في كتير مدللين لا بس أنا في صداقة اسمها سالم الهندة بتوازي كلمة شركة روتانا عنده القد سالم أبو فواز غالي على قلبي وطول ما أبو فواز بروتانا أنا ما بعيد أبدا عن روتانا بنشوف على السوشال ميديا بعض الأحيان في نجمات بيطلعوا إن كان بواقبالات عالمية بيطلعوا بقولوا فارس كرم صديق وبيعتبروك مقرب وهيدا الأمر بيوسطك بتعمل ريتويت وبتتفاعل معاون بس نحنا سرعنا بسرعنا الحشرية نعرف أي نجمة أكتر شي بتتواصل أنت وياها ليش العمر كله سوا بنت الحلال ما بتلاقي صديق واحد بها الدنيا بس في ناس بتحافظ على الخبز والعشرة والملح مين أكتر شي حافظ معك على الأشياء؟ في ناس بتحافظ على الخبز والعشرة والملح في كتير ناس أنا بحبها من قلبي وبعدني بحبها وبعدني بحترمها وبشوف حالي فيها أنا كل الفنانات اللبنانيات أنا على علاقة طيبة هل أكتر شي بتفوت على صفحة وتتطلع؟ نجوة كرم، إليسا، مايا دياب، كل الكل 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 مع أنه صحبة مع إليسا هل جربت تتوسط بينه وبين زياد حتى تحلوا الأمور حبيا مع أنه تنيناتهم قلبون طيب؟ لا، ما تدخلت، ما تدخلت، ما في شي بيحرز بالدنيا بكرة بتنحل الأمور واحدة أنا شكرا لك، تخليلي قلبك وعيوني ما نقول مبروك على التعاون مع فارس كرم، وكتير متشوق شفناه للفيديو كليب خب مررنا كيف رح نشوفه بهيدا الأعمال؟ حتشوفي فارس متل ما العالم بتحبه، أنا ما بـ يعني أنا بزيد هيك زوء بمحل معين أو بزيد فكرة جديدة، بس النجم نجم ما في كتير عالم بقوله بيزبيت، بجاد بيبينهم بطريقة يمكن جديدة وأحلى أكيد، لكن فارس يعني كاريزما طبعه ونجوميته ما فيك تغطيها يعني أنا بس بغلفها بطريقة على طريقته شو بخصوص العنصر الأنسة ومعوادين فيديو كليباتك هيك فيهم الجمال والجاذبية وإصارة؟ ما في عنصر بشري بالكليب، ما في إلا فارس، مش بديك شي غريب، هذا شي غريب هيكون، هتشوفي بس فارس، كل اللي ما هو بالكليب مش بشر يعني ما قولي جاي من الفضل؟ في احتمال منهم، في حاكرز، في غوبويات، في حيوانات، بكرة بتشوفي، سوربريز وفارس هلقتانع ضغري أنه يعمل هيك قصة هيك سيناريو؟ لك فارس قال لي مسلمك حالة، بس وهو هطلع، وهو هطلع غلط أو ما أطلع أو ما، أو ما شي يلبق لي أو هيك بكسرني أكيد عم بعمل له شي غح يلبق له وأكيد هو واسق فيي، عم يشتغل معي، بيعرفني جريء، بس بذات الوقت ما بحياتي أنا، يعني كنت جريء زيادة مع الفننت أو الفنانين اللي خارجون يكونوا هيك، بس مع كل فنان بحافظه على شخصيته، وخصوصا إذا فنان بحبه مثل فارس يعني بدي ينجح بالعالم حبته، يكون فيه هيك لاير زيادة، لايجات شوائرة، كيف هو بيشوف فارس، خصوصا بغنية هلقة قوية